إلى تفاعلات الأزمة الخليجية وتقرير فوكس نيوز بهذا الشأن ينضم إلينا من واشنطن الباحث في شؤون الخليج سيغورد نيوباور سيد نيوباور في البداية إلى أي حد تعتقد بصدقية ودقة التقارير التي أتت بها فوكس نيوز عن مصالحة خليجية كانت على وشك أن تتبلور الأسبوع الماضي أعتقد أنه من المهم أن يكون هناك وجهة نظر طويلة الأمد خلال هذا الموضوع إن إدارة الرئيس ترامب منذ البداية سعت إلى حل هذه الأزمة وقد كانت تصريحاته متسقة حيال ذلك وكما تعلمون بأن الإدارة كانت تعاني من الفوضى بسبب الجائحة ونرى بأن الانتخابات صارت قريبة جدا ولكن بوضع هذه القضايا جانبا لقد حاولت إدارته وسعت سعيا حثيثا من أجل الوصول إلى مصالحة بين الأطراف التي تعد حلفاء لواشنطن في الخليج وما رأيناه مؤخرا على فوكس نيوز هو أحد الأسباب التي توضح الإحباط الذي تشهده الإدارة الأمريكية إدارة ترامب تحاول وبحسب فوكس نيوز الإمارات تعرقل لماذا برأيك؟ أعتقد أنه من المهم أن تكون نظرتنا بعيدة الأمد مرة أخرى إذا عدنا إلى شهر أيلول في 2017 يجب أن نتذكر بأن رئيس ترامب قد تواصط لمكالمة بين الشيخ تميم أمير قطر وولي عهد السعودي محمد بن سلمان وحاول حل المشكلة في ذلك الوقت والعديد من المحللين توقعوا بأن محمد بن زايد لم تجري استشاراته ولهذا لم تحل هذه الأزمة وأعتقد أن هذا الأمر جزئيا صحيح وأعتقد أن الإمارات يجب أن تكون متضمنة في الحل والسعودية لا تريد الحل ولكنها تختبئ خلف الإمارات من أجل هذا الأمر للأسف لا يريدون المصالحة ويريدون المحافظة على الوضع الحالي والحصار على قطر وهذا ما لا يريده الأمريكيون ولا يقبلونه طيب إذا أقول ذلك ماذا تتوقع الآن لإدارة ترامب أن تفعل؟ كيف يمكن أن تتصرف حيال ذلك؟ أعتقد أنه بنسبة لإدارة ترامب فإنهم سوف يستمرون بالضغط عليهم ونعلم أن وزير الدفاع جيمس ماتس في أول الأزمة هدد بإيقاف المناورات والتدريبات العسكرية مع الإمارات ومع السعودية إذا كانوا سوف يلغون كانوا يلغون مشاركة قطر في تلك المناورات مع دول الخليج ولكنني أقول بأن هذه أداة قوية لا زالت موجودة أمام الولايات المتحدة الأمريكية ويمكن لها أن تستعملها ولكن من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية فإن الولايات المتحدة تريد حل هذه الأزمة وإعادة العلاقات بين جميع الأطراف والولايات المتحدة سوف تستمر بالدفع تجاه ذلك ولكنني أخاف أن الرياض وأبوظبي لن تتحركان إلا بعد نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية وهذا عامل للأسف موجود شكرا جزيلا لك سيكورد نيوباور البحث في شؤون الخليج من واسنطن